مشروع قانون جديد ورائدات الشركات مع الفنانين والصحفيين فيحصل الفنانون الموسيقيون والكتاب على سبيل المثال على أرباح في حالة مشاركة محتواهم على المنصات مثل يوتيوب وفيسبوك في حين يشارك محرك البحث جوجل الأرباحة من الإعلانات عند نشر الأخبار من الصحافة حتى لو كانت بضعة أسطر كما يلزم القانون المواقع بالتعاون مع مالكي الحقوق لمنع المستخدمين من نشر موادة تنتهك حقوق الملكية أي أنه سيتعين على الشركات الكبرى فحص المحتوى الذي يشاركه المستخدم قبل السماح بنشره ويسعى مشروع القانون لحماية حرية التعبير مع حماية الحقوق الفكرية ولذلك فإن مشاركة الروابط والكلمات التي تصف تلك الروابط سيعد مسموحا دون الحاجة إلى الدفع مقابل ذلك وسيستثني قانون المنصات المفتوحة المصدر مثل ويكيبيديا وغيت هاب التي لا تهدف إلى جني الأرباح من هذه الإجراءات المدافعون عن مشروع القانون يعتبرونه دعما للملكية الفكرية التي تتأثر من نشر المحتوى بشكل مجاني وبالتالي سيساعد على زيادة الإنتاج الفني والأدبي والإبداعي عبر الشبكة العنكبوتية بإعطاء حصة مقبولة من الأرباح لصاحب الملكية الفكرية الحقيقية وعدم إبقاء الحصة الكبرى من الأرباح مع المنصات وسيعطي مالكين محتوى موقفا أقوى في التفاوض مع الشركات أما المعترضون على القانون فيرون أنه قد يصل إلى مرحلة قتل الإنترنت حيث سيتعين على المنصات الكبرى مراقبة كل المحتويات وفحصها قبل النشر مما سيؤثر في سرعة تدفق معلومات والحد منها كما أن التمييز بين الشركات الكبرى والصغرى المستثنات من القانون غير واضح بالنسبة لكثيرين ويشير المنتقدون إلى أن محاولات فرض ضرائب على منصات كغوغل في نشر محتويات معينة لم ينجح سابقا كما سيشكل منع ما يعرف بالترولز أو أقزام الناشرين الوهميين تحديا إضافيا إذ كيف سيمكن منعهم من استغلال ثغرات القانون للمطالبة بحقوق لا يملكونها عبر دعائهم أنهم يمثلون شركات أو أشخاص متوفين تحديات جمة تقف أمام القانون ويبدو أنه سيكون هناك كثير من الأخذ والرد عليه في المستقبل حين يتم تطبيقه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر